هاي كيف كون؟ منتكنوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عاملة برج الجديد رح حاول أحكي فيها عن الأحوال العاطفية لإلك والشريك وكذلك رح تحدث عن الوضع العام رح تحدث كذلك حتى أنا معزيب رح نشوف شبهة بلون شهر الجون وكذلك رح تحدث عن الأحوال العام لإلك ورح نشوف شبهة بلون شهر الجون هذه القراءة تنضبط على البرج الشمسي قمري طالع وفي إمكانية أن تكون قراءة عاملة أوكي بالنسبة لإلك يا برج الجديد عم شوفك كانو التقيت بشخص كتير جدا بهاي كانو كنت عم تحلم فيه كانو كانت هذا اللقاء بمحد الصدفي أو كان هذا اللقاء ما كان يعني بالشكل الرومانسي أو بالشكل الذي كنت بتتوقعه يا برج الجديد ممكن نشط بينك مشكل بينكم ومشكل وهذا المشكل خلاكم تتعرفوا على بعض وتصيروا مهتمين ببعض عم شوفوا لهذا الإنسان كتير أو كنت واخد نظري مغلوطة عن هذا الإنسان على أنه يعني شخصية عم تحبها لو شخصية متكبرة بس بالأخير ست معجب أكثر بهذا الإنسان عم شوفك بأنه تريد أنت مغروم بالوقت الحالي عم شوف فيه غرام كتير كبير بهذا القراءة عم شوفوا للشريك كذلك مغروم هذا الإنسان اللي عم تطلع ليد هذا الإنسان بحبك كتير عم شوفه عم يتواصل معك بس يعني ممكن الأوضاع الحلية ما عم تخليكم تلتقوه بعض أكتر بس فيه حب كتير كبير وكتير قوي بيناتكن عم شوفك ممكن تحب برج السرطان أو تحب برج الجوضاء أو الجرية حتى الأسد أوكي عم شوفه لهذا الإنسان كتير محبوب شخص كتير ناجح وممكن حتى شخصية تشتغل بقطاع التعليم ممكن تشتغل بكل شيء يخص الجمعيات وأعطاء للناس والمساعدات الخيرية للناس كذلك ممكن حدا يشتغل بالسفر بالوكالات طبع السفر ممكن حدا يشتغل بالمطار أي شيء يخصه بالسفر وكمان عم شوفه لأنه إنساني محب هذا الإنسان محب جدا للسفر عم شوفك كذلك لأنه أنت مشارك تجاه هذا الإنسان ليش مكسور القلب ليش ليش بقى عشان في حب كتير قوي عم شوفك ممكن نشف بينكم شيء أو مشكل وانت حاليا أو ممكن أنتو حاليا مع بعض ما عم تشوفه بعض أو عندك مشكل مع هذا الإنسان عم شوف في شيء أو مشكل يقع بينك وبين هذا الإنسان يتعلق بالغيرة يتعلق ممكن هذا الإنسان بالوقت الحالي ما عم يحكي معك كتير وهذا الأشياء هم تسبب لك أنت ألم يا برج الردي بنسبلها آآ لأله عم شوف على أنه هذا الإنسان بحبك بس في مشاكل بينك وبين هذا الإنسان مشاكل تتعلق بالمال ممكن للبعض فيكم يكون مشكل بالاستقرار عندكم مشاكل بالكومنيكيشن أو بالتواصل عندكم مشاكل كتير عديدة بالعلاقة بس حال ما دان العلاقة فيها حب كتير قوي انتو مجديبين لبعض وفي حب كتير قوي بيناتكن بس المشاكل عم شوفها هيك بتنط نط بينك وبين هذا الإنسان عم شوف الوضع الحالي آآ بالرغم أنه في مشاكل وحتى ممكن المشاكل الحالي اللي عم تظهر بالعلاقة سببها فكري ودهني أكثر ما عم تحكو له بعض ما عم تقول له بعض هذه الأشياء ممكن أنت عم تحس فيها عم تحس مثلا أنه هذا الإنسان ما عم يتواصل معي جيدا أو ما عم يسأل عنك الوقت أو عم حسوا أنه مثلا آآ ممكن يحكي مع أحد هذي أحاسيس فقط ما عم شوفه شيء فعليا آآ يعني عم عم تشوفه عم عم تلمسه أوكي ما يعني ما في في او في افتراق بينك وبينه بس ممكن هذه الأحاسيس أكثر آآ تشعرونها أنت والشريك من نسبة للوضع الحالي عم شوفكم أوكي الحياة عم تحكو مع بعض وفي في تبادلات للكلام الحلو في يعني في مجال للكامريكيشن الطيبة للحلوة في 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 خط تجادو كتير عالي بعينك وبين هذا الإنسان عم شوفه عم شوفك أنت كأنه كانو أنت عندك فكر أو مشوش الفكر أو عم تشك بهذا الإنسان عم شوفه شك كتير كبير عم شوفه غيره عم شوفه تملك ممكن لأنه أنتو عم تحبوا لهذا الإنسان عم تشك فيه عم تشك بنواياه الداخلية عم شوفك ما عم تنام عم شوفك شوي هيك عم تحلم كل الليلة فيه آآ وعم تفكر بهذا الإنسان عم شوف حتى الإنسان الآخر إنسان آآ طرحتا بهذه القراءة عم شوف في مشاكل تعلق حتى آآ بالعائلة أوكي؟ مشاكل في العائلة آآ كلكن عم شوفكن اتنينتكن في مشاكل تتعلق بالعائلة تتعلق بالبعض منكن يريدون الطلاق لهذه الدرجة يعني خاصة المتزوجين عم شوفهم كأنه يرغبون بالطلاق أو الابتعاد عن بعض مع أنه في حب مع أنه في غراب مع أنه في كتير شيء تجمعكن بعض ببعض بس في شيء آآ أو في مشاكل دفينة ما كنتو عم تفصحوا عنها عم تخليكن أنتو كأنه كنتو عم تراكم ومشاكل كون عم تراكموا الأشياء اللي كانت بالقلب كون ما كنتو عم تبوحوها بفرد مرة صارت كأنه بوم انفجار يعني انفجرتو ببعض صار كل واحد آآ يريد الابتعاد عن الآخر بس يعني غريب غريب لأنه القراءة فيها نوع من الحب والغرام والشغف والشك وكيشي وهيد الحب وكامين فيها نوع من الراغبة في الانفصال والابتعاد عن بعض كأنو حد ما عم تفصحوا لبعض عم تخلوا مشاكلكن تخلوها بقلبكن ما عم تقولوها لبعض ممكن أنتو هذه المشاعر عم حسا أكثر تجول بالفكر وبالداخل أكثر ما عم تظهروها لأنو عم شوف الوضع اللي حالي أنتو عم تتكلم وانتو عم تحكوا حتى لو كان في جفا وفي في في نوع من الابتعاد ولو الطفيف بس عم شوف في كومنيكيشن وفي حاكي عم شوف كذلك على أنو راح تضلو هيك يعني الخط يعني أنا عم شوف سراحة وكما يظهر لي إذا ما اشتغلتو ما حكيتو لبعض ما قلتو اللي بقلبكن لبعض راح تضل هذه العلاقة مرهونة أو كل واحد راح يضل يراكم أشياء داخلية وباطنية بالعقل الباطن وكل واحد راح يقول لحاله أو يحقد على الإنسان الآخر لأنه ما بيفهمه لأنه ما بيعرف شو بده بالحياة لأنه وانتو ما عم تتواثروا ما فيك تفهم أو يغير الإنسان اللي بداخله لو لم تفصح أنت بما في داخلك يا برج الردي عم شوف في كاب حل المشاعر العلاقة فيها غموض والعلاقة فيها في نوع من الغرابة سراحة ممكن أنتو عم تتعاملوا مع برج الأسد سريطان جوزاء حمل وأقرب حتى برج الردي ممكن وبرج الصور يقول لك أنه أنه صراحة يعني ما صار عندكم في كامستوي كتير عالية أو أتراكشن ما صار أصلا بالعلاقة نوع من الإنجداب يعني كأنه العلاقة صارتها عم تزبل شيئا فشيئا وصار كل واحد يبتعد بطريقة ثالثة كأنه العلاقة ما صار فيها نجداب كتير كبير وكمان عم بيقول لك أنه أحليمك لازم شيء من الوقعية أو تعمل أكشن يعني إذا بدأت أنتو هذا الإنسان أنه تصلحوا الأمور بينتكن لازم تفسحوا عن مشاعركن يعني ما رح تضلوا هيك يعني مبتعدين عن بعض ما بتحكوا ما بتقولوا اللي بقلبكن وتتحسن الأمور يعني الصلاة فقط لوحدها لن تفلح يعني الدعوية حلوة جيدة جدا أنه تدعوا الله أكيد لتغيير الأمور بس لازم أنتو تعملوا أكشن عنه أنه تحكوا اللي بقلبكن أنه تتكلموا بالمشاعر التي تجول بخاطركن بالنسبة كذلك للناس اللي عزيب عم شوفهم كأنه كانوا بعلاقة وهذه العلاقة ستعود من جديد للتظهر على السطح هذه العلاقة كان فيها نوعا من الشك أو الغيرة وكانت علاقة كتير طويلة للأمات عم شوفها رح ترجع للحياة من جديد ممكن البعض منكن أنتو تتعاملوا مع برج الجدي أو مع برج الميزان ممكن كذلك على أنه عم شوف هذه العلاقة رح تتحسن أكتر رح يكون فيها نوع من العدل ونوع من الصفاء الدهني عم ممكن أنا عم شوف حتى خطواتك تجاه هذه العلاقة عم شوف أنه رح تكون في صلحة وفي تبادل الكؤوس يعني رح ممكن تسامحها للإنسان بالنسبة للحياة العامية برج الجدي عم شوفك ممكن أكتر عم تتواصل على الإنترنت ممكن اشتغالك الحالي على الإنترنت كذلك عم شوفك عم تشتغل كتير وممكن في حصادي كتير كبير رح يحصل بهذا الشهر عم شوفك أنه في بادرة خير أو في بادرة أموال رح تأتي إليك ما تخاف من الخسارة عم شوف فيه نوع فيه اهتمام أكتر بالروحانيات عم شوف ممكن عندك دسجن أو ممكن عم شوفك تهتم أكتر أو تفكر بالزواج عندك اهتمامات بالزواج عم شوفك أنه أنت تضعو الله من أجل أن تتزوج بهذا السنة أو بهذا الشهر عم شوفك يعني تحقق الأموال بعد التعاب طويل ممكن ما تقول أنه بالوقت الحالي الأوضاع المالية مش جيدة خلاص انتهت الحكاية لأنه عم شوف فيه وعد بالأموال وتدفق الأموال برج الجدي ممكن أكتر اهتم بكل ما يتعلق بالصفاء الدهني لأنه عم شوف الدهن مشوش والقلب كدلك حتى هو فعبين اهتم للعائلة كدلك واهتم لكتير أشياء عم شوف يعني عم شوفك عم تشتغل كتير يا برج الجدي عم شوفك تهتم للوضع العملي كتير عم شوف كدلك على أنه عم شوف كدلك عم شوف فيه تواصلات عم تتواصل بالشركة عم شوف فيه عم ترسل لشركات ممكن عندك ارساليات عم تحصل عليها ممكن حتى تترسل مع ناس كتير بالشغل على السوشال ميديا كدلك عم شوفك عم تتواصل بالوقت الحالي عم شوفك كدلك عندك مصاريف كتير عالية عم شوف فيه وعد بالنجاح المادي برج الجدي حتى لو كان بيجون أو من غير شون عم شوف فيه كدلك فيه ربح مادة أو فيه حدا رح يجلب لك مال ممكن حدا أقرطه مال رح يجلب لك هذا الأموال عم شوف ممكن هذه الأموال تأتي من العائلة أو تأتي من شيء يخص السفر أو شيء يخص حتى الشريك يعني ممكن الأموال تأتي من العائلة أو شيء يخص السفر أو حتى من الشريك ممكن هذه الأموال تأتي كدلك عم شوفها لأنه ممكن يكون فيه فيه ابتعاد وفيه انزواء بهذا الأسبوع أكتر ممكن عم شوفك تهتم للعمال ونتاج العملي بس الحصاد رح يكون جيد يعني جيد جدا عشوف فيه ورقة الحصاد والنجاح العملي الكبير من بعض هذه المشاقة رح يكون نجاح عملي ممكن يكون عندك مناوشات بالعمال أو فيه مشاكل خاصة العمال فيه ناس ممكن حدا ممكن يخلق لك مشاكل بالعمال بس عامة تانا عم شوف الأجواء الطاقة العامة تهتم أكتر للعمال ولا الحياة اليومية يعني عم شوفك يا برج الجدي تهتم أكتر للحياة العملية وعم شوفك أكتر تهتم لما يتعلق عم شوف عندك طموحة وعندك رغبة كتير جامحة بالزويج حدا كل شي بيتلع لك يا برج الجدي بتمنى لك كل الخير والمسارات لا تنسوا تعملوا للايك وسبسكوة لقناة شكرا شكرا شكرا